بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله درسنا رح يكون تابع لدرس الجذور والأصفار هذا رابط الدرس الرقمي وعرفنا أن فيما سبق درسنا استعمال الأعداد المركبة لوصف حلول المعادلات التربيعية وقلنا حلول المعادلات التربيعية طبعا سيكون عندنا جذرين أو حلين إما حقيقيين نسبيين أو حقيقيين غير نسبيين أو جذر واحد نسبي مكرر أو جذرين مركبين طبعا رح يكونون مترافقين طبعا في هذا الدرس حددنا عدد جذور معادلة كثيرة حدود وأنواعها حلينا المعادلة وحددنا وجدنا الجذور وحددنا عددها وأنواعها ما رح نعرف أنواعها إلا لما نحل المعادلة أيضا إن شاء الله اليوم بإذن الله رح نوجد عدد الأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة والأصفار التخيلية للدالة ورح نكتب دالة كثيرة حدود بأقل درجة ممكنة بمعرفة أصفارها إن شاء الله بإذن الله رح يكون هذين الهدفين في درس اليوم طبعا مفردات الجديدة كانت نظري الأساسية في الجبر وكان عندنا ملخص لمفهوم الأصفار والعوامل والجذور والمقاطع وقلنا إن لما يكون عندي دالة كثيرة حدود فإن العبارات الآتية متكافئة لما يكون عندي قيمة C هي صفر للدالة رح تكون هذه C جذر أو حل للمعادلة المرتبطة بالدالة أيضا رح يكون X ناقص C عامل من عوامل كثيرة الحدود لأنه لن نسي حل فX ناقص C رح يكون عامل من العوامل وإن كان نسي عددا حقيقيا فإن النقطة C والصفر هي نقطة تقاطع تمثيل الدالة مع المحور X اللي هي النقاط التقاطع اللي هي الأصفار لما يكون C عددا حقيقيا رح يتقاطع اللي هو صفر الدالة رح يظهر التقاطع تمثيل البياني مع محور X لكن لما يكون عندي جذر أو حل المعادلة C ليس حقيقيا لن يتقاطع التمثيل البياني عند محور X عند هذه القيمة لأنها أيضا ليست حقيقية أيضا تعرفنا عن نظر الأساسية في الجبر قلنا أن كل معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر لها جذر واحد على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة هذه النظرية الأساسية في الجبر تقول أن أي معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر أكبر من صفر رح يكون لها على الأقل جذر واحد ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة ثم بعد ذلك تعرفنا على نتيجة لنظرية النظرية الأساسية في الجبر أنه لما تكون المعادلة من الدرجة إن رح يكون لها عدد إن من الجذور المركبة طبعا بالمثل دالت كثيرة الحدود من الدرجة إن لها فقط العدد إن من الأصفار المركبة في الحصة الماضية أو في الجزء الأول أوجدنا الجذور أو الحلول للمعادلة المرتبطة بالدالة حلينا المعادلة سويناها بالصفر وحليناها وأوجدنا جذورها أو حلولها وكشفنا عن نوعية هذه الجذور أو الحلول هل هي حقيقية أو تخيلية بحتة اللي هي طبعا في مجملها نسميها مركبة وعرفنا أنه لما تكون اللي هي نتيجة النظرية الأساسية في الجبر لما تكون المعادلة من الدرجة إن رح يكون لها إن من الحلول أو الجذور أيضا بالنسبة للأصفار لما تكون دالت وبالمثل دالت كثيرة الحدود من الدرجة إن لها فقط العدد إن من الأصفار ماذا؟ المركبة من الأصفار المركبة اكتشف العالم الفرنسي ديكارت علاقة بين إشارات معاملات دالت كثيرة الحدود وعدد الأصفار الحقيقية هذا قانون ديكارت للإشارات إذا كانت عندي دالة بي أف اكس اي ان اكس اس ان زائد إلى زائد اي واحد اكس اس واحد زائد اي صفر عبارة عن دالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعدادا حقيقية فإن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة للدالة بي أف اكس يساوي عدد مرات تغير إشارة معاملات حدود الدالة بي أف اكس أو أقل منه بعدد زوجي كم مرة تغيرت الإشارات من حد إلى آخر لما تتغير الإشارة كانت موجبة أصبحت سالبة أو سالبة في الحد الذي بعدها أصبحت موجبة سيكون الأصفار الحقيقية تساوي عدد مرات تغير الإشارات إشارات المعاملات أو أقل منها بعدد زوجي وعدد الأصفار الحقيقية السالبة للدالة بي أف اكس هذه الحقيقية الموجبة أما بالنسبة للحقيقية السالبة رح يساوي عدد مرات تغير إشارة معاملات حدود الدالة بي أف سالب اكس أو أقل منه بعدد زوجي يعني نحكم على الدالة ليست نفسها إنما بعد التعويض عن كل اكس بي سالب اكس نعوض عن يعني نوجد بي أف سالب اكس عشان نعرف الأصفار الحقيقية السالبة ريني ديكارت من عام 1596 إلى 1650 فيلسوف رياضي وفيزيائي فرنسي يلقب بأبو الفلسفة الحديثة له تأثير واضح في علم الرياضيات فقد اخترع نظاما رياضيا شكل أساس الهندسة التحليلية سمي باسمه وهو نظام الإحداثيات الديكارتية اللي هو الإحداثيات اللي هو المستوى الإحداثي اللي هو نسميه أيضا المستوى الديكارتي نسبة إلى رينيه ديكارت فهو الذي اخترع هذا النظام إيجاد عدد الأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة والأصفار التخيلية للدالة لأن نحن نوجد ماذا؟ نوجد أصفارا وليست جذور اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة والتخيلية للدالة عندي دالة من الدرجة السادسة X6 زائد 3 X5 ناقص 4 X4 ناقص 6 X تكعيب زائد X تربيع ناقص 8 X زائد 5 طبعا أول شيء بما أن درجة الدالة X تساوي 6 فإن لها 6 أصفار مثل ما عرفنا رح تكون حقيقية أو تخيلية أو كليهما يا حقيقية بحتة أو تخيلية بحتة أو كليهما يعني ممكن تكون عندي مركبة وممكن تكون عندي فيها حقيقي وفيها تخيلي أيضا استعمل قانون ديكارت للإشارات لتحديد العدد الممكن للأصفار الحقيقية ونوعها طبعا هنا رح نوجد عدد الأصفار وليس قيمة الصفر عدده فقط احسب عدد مرات تغير إشارة معاملات الدالة أوفوف اكس لعندنا الدالة أوفوف اكس لو لاحظنا هنا أول شيء الحد الأول كان موجب الحد الثاني أيضا موجب هل تغيرت الإشارة؟ لا ثم كان موجب أصبح سالب هل تغيرت الإشارة؟ نعم موجب أصبح سالب ثم سالب أصبح سالب تغيرت الإشارة؟ لا سالب أصبح موجب تغيرت الإشارة؟ نعم ثم موجب أصبح سالب تغيرت الإشارة؟ نعم ثم سالب أصبح الحد الذي يليه إشارته موجبه هل تغيرت الإشارة؟ نعم كم مرة تغيرت الإشارة هنا في الدالة أو فوف إكس؟ أحسنتم ممتاز نجد هناك أربع مرات أربع تغيرات في إشارة المعاملات واحد، اثنين، ثلاث، أربعة عدد الأصفار الحقيقية الموجبة سيكون كم؟ إما أربعة أو اثنين أو صفر كم مرة تغيرت الإشارات من حد إلى الآخر أربع مرات في الدالة أو فوف إكس؟ معنات عدد الأصفار الحقيقية الموجبة إما أربعة رح تكون أو أقل منها بعدد زوجي اللي هو اثنين أو أقل منها بعدد زوجي اللي هو صفر طيب الآن نحسب عدد مرات تغير إشارة معاملات الدالة أو فوف سالب إكس يعني نروح للدالة ونعوض عن كل إكس بسالب إكس رح يكون عندي طبعا هنا سالب إكس أو الستة رح تطلع لي نفسها إكس أو الستة لأن القوة الزوجية تلغي السالب بعدين عندي سالب إكس أوس 5 رح يكون رح يطلع سالب بتتغير هنا إشارة الموجبة بتصير سالب سالب إكس أوس 4 رح تطلع موجبة فما رح تتغير إشارة الحد سolve X-A3 رح تطلع لي سالب فرح تغير لي إشارة الحد السالب رح تصير موجبة هنا سالب X تربيع هي الحد إشارته موجبة ما رح تتغير لأن التربيع رح يلغي الإشارة السالبة هنا عندي سالب X رح تغير لي إشارة الحد كانت سالبة أصبحت موجبة والحد الثابت طبعا رح إشارة رح تكون مثل ما هي نشوف الآن التغيرات أول شيء كان عندي الحد هنا إشارته موجبة أصبحت سالبة إذن تغيرت الإشارة هنا نعم ثم كانت سالبة أصبحت سالبة تغيرت لا سالبة أصبحت موجبة تغيرت نعم موجبة أصبحت سالبة أصبحت عفوا موجبة تغيرت لا موجبة الحد هذا إشارته موجبة والحد الذي يليه إشارته موجبة أيضا تغيرت لا الحد هذا موجبة والحد الذي يليه موجبة أيضا هل تغيرت الإشارة هنا؟ أيضا لا إذن كم مرة تغيرت الإشارة هنا من الحد الذي يليه؟ مرتين فقط إذن رح يكون عدد الأصفار الحقيقية السالبة السالبة التي بإشارة سالبة رح يكون إما اثنين أو أقل منها بعدد زوجي اللي هو صفر طبعا ما ننزل العداد السالبة نحن الآن نعد عدد فالعدد طبعا يكون في العداد الكلية طيب أنشأ جدولا يمين عدد الجذور الحقيقية والتخيلية الممكنة نجي الآن هنا عدد الأصفار الحقيقية الموجبة قلنا أربعة تغيرات أو اثنين أو صفر طيب إذا كانت عدد الأصفار الحقيقية الموجبة أربعة الآن هي الدالة من الدرجة السادسة كم يتبقى للحقيقية السالبة؟ أحسنتم رح تبقى لها إما اثنين أو صفر بالفعل حنا شفنا أنه طبعا الأعداء التغيرات في الأفوف سالب إكس تغيرت الإشارة من الحد إلى الذي يليه مرتين فقلنا السالبة رح تكون إما اثنين أو صفر فبيكون هنا عندي أربعة زائد اثنين ستة هل بيكون عندي هنا في هذه الحالة إذا كان عندي أربعة موجب واثنين سالب كلها حقيقي هل بيكون عندي أصفار تخيلية؟ لا إذن هنا رح نحط صفر لأنه ما رح يكون عندي أي صفر تخيلي طيب لما تكون الأصفار الحقيقية الموجبة أربعة والسالبة صفر احنا قلنا أنه في احتمالين للسالبة اثنين وصفر طيب خذنا الأثنين مع الأربعة ستة كتملت الأصفار إذا ما في تخيلي طيب إذا كان عندي أربعة موجب ولا عندي ولا صفر سالب معنات كم عندي تخيلي المفروض؟ يتبقى اثنين للتخيلي وهكذا نجي الآن لما تكون الأصفار الحقيقية الموجبة فقط اثنين نفس الشي عندي خيارين أو احتمالين للسالبة إذا كانت الموجبة اثنين والسالبة اثنين يتبقى للتخيلي اثنين هذه عدد الأصفار التخيلي يساوي العدد ستة مطروحا منه مجموع عدد الأصفار الحقيقية سواء كانت موجبة أو سالبة طيب لما يكون عندي الموجبة اثنين والسالبة صفر كم يتبقى للتخيلي يتبقى أربعة من ستة طيب لما يكون عندي ولا صفر موجب وصفرين سالبين سيتبقى أربعة أيضا للتخيلي لما يكون عندي ولا صفر موجب ولا صفر سالب سيكون جميع الأصفار في هذه الحالة تخيلية طبعا هنا لن تناقش الحالة التي يكون فيها الحد الثابت مساويا للصفر في هذا الدرس ما رح يكون هنا الحد الثابت يساوي صفرا اذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة والحقيقية السالبة والتخيلية للدالة اتشوف اكس تساوي اثنين اكس وص خمسة زايد اكس وص أربعة زايد ثلاثة اكس وص ثلاثة ناقص اربعة اكس تربيع ناقص اكس زايدا تسعة طبعا هي من الدرجة الخامسة اول شي نشوف كم مرة تغيرت اول شي بنشوف كم مرة تغيرت الاشارات الحدود كانت موجبة اصبحت موجبة موجبة اصبحت موجبة موجبة اصبحت سالبة اذن هنا تغيرت مرة واحدة سالبة الحد الذي يليها سالب سالبة والحد الذي يليها موجب اذن تغيرت مرتين يعني لو جينا رسمنا اكتبنا الجدول سيكون عندي هنا الأصفار الحقيقية الموجبة الأصفار الحقيقية الموجبة وهنا الأصفار الحقيقية السالبة وهنا الأصفار التخيلية الآن عندنا الأصفار الحقيقية الموجبة بتكون 2 أو 0 طيب بالنسبة للسالبة رح أوجد H of salib X تساوي مباشرة سالب X أو 5 رح تطلع الإشارة السالبة يعني بيصير عندي سالب 2 X أو 5 سالب X أو 4 رح تبقى نفس إشارة الحد ما رح تتغير لأن القوة الموجبة تلغي الإشارة السالبة طيب هنا عندي سالب X أو 3 رح يكون عندي رح تطلع الإشارة السالبة يعني رح تتغير إشارة الحد بتصير سالب 3 X أو 3 هنا عندي سالب X تربيع رح تلغي الإشارة السالبة يعني رح يبقى الحد إشارة مثل ما هي وعندي هنا سالب X أضربها في سالب رح تطلع لموجب X والحد الثابت إشارة مثل ما هي طيب نجي الآن نشوف عدد مرات تغير الإشارة من حد إلى الآخر سالبة لبعد موجبة تغيرت موجبة لبعد سالبة تغيرت سالبة لبعد موجبة تغيرت موجبة لبعد موجبة ما تغيرت إذن تغيرت كم مرة؟ تغيرت ثلاث مرات يعني بيكون عندي إما ثلاثة أو أقل منها بعدد زوجي اللي هو واحد أيضا هنا رح يكون عندي ثلاثة وواحد طيب الآن لما يكون عندي صفرين موجبين وثلاث أصفار سالبة كم رح يكون عندي تخيلي رح يكون عندي صفر عدد ولا صفر تخيلي لما يكون عندي اثنين موجب واحد اللي هو صفر حقيقي سالب رح يكون عندي اثنين تخيلي المجموعة هنا بيصير خمسة لأن الدالة من الدرجة الخامسة لما يكون عندي ولا صفر موجب حقيقي موجب وثلاث أصفار حقيقية سالبة رح يكون عندي صفرين تخيليين لما ما يكون عندي ولا صفر حقيقي موجب وصفر واحد حقيقي سالب رح يكون عندي أربعة أصفار تخيلي بحيث أن يكون المجموعة في كل مرة خمسة هنا 2 و 3 و 0 و 5 2 و 1 و 2 و 5 هنا 0 و 3 و 2 و 5 و 0 و 1 و 4 رح يعطينا المجموع 5 تعلمت سابقا أن نحاصل ضرب العددين المركبين المترافقين هو عدد حقيقي دائما لذلك لما نجي نبسط عبارة القسمة في العداد المركبة كنا نضرب في مرافق المقام للعدد المركب وينلغي الجزء التخيلي يبقى عدد حقيقي فقط أيضا الجذور المركبة تكون في أزواج مترافقة مثلا إذا علمت أن أحد جذري المعادلة X تربيع ناقص 8X زائد 52 هو 4 زائد 6I الجذر الثاني رح يكون 4 ناقص 6I فإنك تستنتج أن الجذر الآخر هو 4 ناقص 6I طيب ينطبق هذا الأمر على أصفار دوال كثيرات الحدود أيضا فإذا كان العدد المركب صفرا لدالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعدادا حقيقية فإن مرافقه أيضا صفر لدالة كثيرة الحدود نظرية الأصفار المركبة المترافقة إذا كان A و B عددين حقيقيين وكان A زائد BI صفر لدالة كثيرة حدود معاملات حدودها أعداد حقيقية فإن اللي هو A ناقص BI رح يكون صفر للدالة أيضا عندي عدد A زائد BI صفر لدالة كثيرة الحدود معنات اللي هو مرافقه رح يكون أيضا صفر لدالة كثيرة الحدود عندما تعطى جميع أصفار دالة كثيرة حدود ويطلب إليك تحديد الدالة حول الأصفار إلى عوامل ثم اضرب جميع العوامل بعضها في بعض لتحصل على دالة كثيرة الحدود المطلوبة مثل اكتب دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن ومعاملات حدودها أعداد صحيحة إذا كان العددان 5 ناقص I وسالب واحد من أصفارها هذولي صفرين عندي طيب طبعا أول شيء أفهم المعطيات العددان سالب واحد وخمسة ناقص I من أصفار كثيرة الحدود المطلوب كتابة دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن ومعاملات حدودها أعدادا صحيحة والعددان 5 ناقص I وسالب واحد من أصفارها نخطط بما أن 5 ناقص I صفر للدالة فإن ماذا اللي هو العدد المرافق له 5 زائد I أيضا صفر للدالة بحسب نظرية الأصفار المركبة المترافقة لذا فإن X زائد واحد اللي هي X ناقص ناقص واحد وX ناقص 5 ناقص I وX ناقص 5 زائد I عوامل لكثيرة الحدود الحل رح نكتب المعادلة كثيرة الحدود على صورة حاصل ضرب عواملها هذا العامل الأول هذا العامل الثاني وهذا العامل الثالث رح نضرب العوامل لنحصل على دالة كثيرة الحدود طبعا ضربنا اللي هو العددين المركبين المترافقين طلع لنا ناتجها اللي هو X تربيع ناقص 10 X زائد 26 ثم ضربناها في X زائد 1 طلعت لنا الدالة X 3 ناقص 9 X تربيع زائد 16 X زائد 26 نتحقق بما أن هناك ثلاثة أصفار فإن دالة كثيرة الحدود ستكون من الدرجة الثالثة ولذا فإن B of X اللي تساوي X تكعيب ناقص 9 X تربيع زائد 16 X زائد 26 دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن ومعاملات حدودها أعداد صحيحة وأصفارها هي سالب 1 5 ناقص I وخمسة زائد I نتحقق اكتب دالة كثيرة حدود درجتها أقل ما يمكن ومعاملات حدودها أعدادا صحيحة إذا كان العددان 1 زائد 2I وسالب 1 من أصفارها كيف نكتب الدالة؟ أحسنتم أول شي طبعا عندنا المعاملات اللي هي عفوا الأصفار اللي هي سالب 1 1 زائد 2I والعدد اللي هو المركب المرافق له اللي هو 1 ناقص 2I بتكون المعاملات يعني بنقول هنا B of X راح تساوي العوامل X ناقص ناقص 1 مضروبة فيه X ناقص 1 زائد 2I مضروبة فيه X ناقص 1 ناقص 2I نضرب الآن أو شي نبسط اللي هي X زائد 1 مضروبة فيه X ناقص 1 هنا ندخل إشارة سالبة X ناقص 1 ناقص 2I مضروبة فيه X ناقص 1 زائد لأن السالب هنا راح تدخل على القوس هتكون زائد 2I تساوي راح أضرب القوسين الأخيرين ونزل القوس الأول مثل ما هو مضروبة فيه راح نوزع طبعا X في X X تربيع X في سالب 1 سالب X X في 2I اللي هو زائد 2I X ثم سالب 1 في X سالب X سالب 1 في سالب 1 زائد 1 سالب 1 في 2I اللي هي سالب 2I ثم سالب 2I في X اللي هي سالب 2I X سالب 2I في سالب 1 زائد 2I سالب 2I في موجب 2I راح يكون عندي سالب 2 في 2 4 وI في I اللي هي I تربيع اللي هي سالب 1 راح تكون عندي هنا موجب معناتها موجب 4 يساوي X زائد 1 مضروبة فيه الآن عندنا هنا عندي هنا موجب 2I وسالب 2I بحيكون مجموعهم صفر عندي هنا سالب 2I X عفوا هنا 2I X وسالب 2I X مجموعهم هنا راح يكون صفر وعندي هنا سالب 2I وموجب 2I أيضا مجموعهم راح يكون صفر نجمع الآن العداد الباقية راح يكون عندي X تربيع ناقص X وناقص X اللي هي ناقص 2X وعندنا هنا زائد 1 وعندنا زائد 4 راح يكون يعني موجب 5 راح نضرب الآن اللي هي هنا تساوي راح أضرب X في القوس الآن الأول في القوس الثاني X في X تربيع راح تكون X أس ثلاثة X في سالب 2X سالب 2X تربيع وX في 5 راح تكون موجب 5X ثم 1 في X تربيع X تربيع و1 في سالب 2X اللي هي سالب 2X و1 في 5 راح يكون موجب 5 راح نجمع الحدود المتشابهة X أس ثلاثة راح تنزل ناقص 2X تربيع و1X تربيع راح تكون سالب 1X تربيع و5X ناقص 2X راح تكون 3X زائد 5 وهي اللي هي دالة كثيرة الحدود المطلوبة طبعا بما أنه عندي هنا عندي صفر وهذا صفر الثاني والعدد المركب المرافق للصفر الثاني هو الصفر الثالث يعني معنات أنه الدالة راح تكون من الدرجة الثالثة اكتب بجانب التمثيل البياني للدالة الرمز الذي يمثل أصفارها في كل مما يأتي عندنا هنا عندي سالب 3 و4 وi وسالب i هذه خاصة بأي تمثيل 33 أو 34 أو 35 وعندي هنا سالب 4 و3 وعندي سالب 4 و3 وi وسالب i نلاحظ هنا عندي هذه الدالة اللي هي الدالة التربيعية طبعا عندي هنا سالب 4 وعندي موجب 3 إذن بي يرتبط بفقرة كام 4 و30 طيب بالنسبة أول شيء لو نجي نشوف طبعا الأصفار التخيلية ما رح تظهر على التمثيل ما رح تتقاطع مع محور تمثيل بياني لن يتقاطع مع محور اكس نشوف الأصفار الحقيقية سالب 3 و4 وين سالب 3 و4 موجودة في 35 اللي هي هنا سالب 3 وهنا موجب 4 وعندي i وسالب i أيضا من أصفارها لو لاحظنا هنا هذه طبعا دالة زوجية واضح أنها دالة زوجية فبتكون عندي هنا a ترتبط بفقرة 35 و30 طيب بالنسبة لc أيضا عندي هنا سالب 4 وعندي موجب 3 وi وسالب i معنات أن c ترتبط بفقرة 35 الواجب 7 و 8 و 18 و 19 و 22 وذلك نكون انتهينا من درس الجذور والأصفار شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطلاب 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 والطاب و الب Jesus